بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو دي هنقدم من حضرتكم الفيديو ستة وخمسين من سلسلة شرح برنامج الميكوين سوفت وورد وفي الفيديو دي هنقدم من حضرتكم العلامات المرجعية أو البوك ماركس من أعداد أستاذ ياسر محمد نجيب فكرة العلامات المرجعية أو البوك ماركس هي من أهم الأفكار الموجودة في الورد والتي هتحتاجها لو الملف بتاعك كبير جدا علشان نشرح لحضرتكم أهمية البوك ماركس أو العلامات المرجعية هنعرض على حضرتكم ملف بيدي ايف تم إعداده بالعلامات المرجعية علشان نوضح لحضرتكم أهمية الخاصية دي أنا دلوقتي لما هفتح ملف البيدي ايف ده هو الملف ده في مصحف المدينة منورة علشان أوصل للصور أنا كنت بقلب الصفحات بشكل طبيعي طيب دلوقتي لو إحنا عايزين نستفيد من البوك ماركس فيه أنا عملت هنا البوك ماركس بأسماء الصور فأقدر بأني أفتح مثلا على صورة الإسراء فهتلاقي انتقل فورا إلى الصورة على صفحة 285 من غير ما أنا ما أعرف رقم الصورة لو أنا عايز صورة الفتح ضغط عليها فتح حالي لو أنا عايز صورة التحريم هضغط عليها وهيفتح حالي فورا لو أنا عايز صورة الكوثر هضغط عليها هيفتح حالي فورا مجرد ما تضغط عليك كلمة اللي انت معاملها كبوك ماركس بتفتح لك النص بتاعها فين ده علشان نشرح لحضرتكم أهمية البوك ماركس اللي انت هتعملها ايه انا هعوز باني لما اضغط على الكلمة ديت مثلا انزل لي الجزء اللي تحت اللي موجود فيه الروابط بشكل مباشر الملف ده مثلا انا بستخدمه لعرض روابط سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت وورد مقدمة برنامج الورد هظل لها بعد كده من خلال قائمة انسرت هلاقي اعلامة بوك مارك في المجموعة بتاعة لينكس هضغط عليها هتظهر لي اللوحة ديت الطريقة التانية بقى انا اكتظهر اللوحة ديت هي عن طريق كونترول شيفت اف خمسة وهو ده الاختصار بتاعه على سبيل المثال مقدمة حول البنامج او اكتب اي حاجة مش شرط باني اكتبها نفس النص طيب لو تلاحظوا حضراتكم هتلاقوا بان علامة الاد غير مفعلة طيب هي ايه السبب بانها غير مفعلة السبب بان احنا هنا حطين مسافات في الاسم اللي احنا هنعمله للبوك مارك وده شيء ممنوع داخل الورد طيب انا علشان انغي الحتة دي هعمل شفت شرطة فهعمل الشرطة السفلية داخل الكلام بتاعي فهتلاحظ بقى ان علامة الاد فورا اتفعلت انا هضغط لها اد فهو هنا عملي بوك مارك للجزء ده هناخد مسلا رقم سبعة وعشرين هظللها واعمل لها بوك مارك بعد كده هكتب لها تثبيت الخطوط لاحظا ما عملتش مسافات عملت شرطة السفلية ولا اي حاجة في النص وبعد كده عملت اد يبقى انا دلوقتي عندي الفيديو رقم واحد والفيديو رقم سبعة وعشرين انا دلوقتي مثلا عايز ابحث عن بوك مارك موجود عندي ممكن استخدم رمز البحث والسبدال او كنترول جي هادر بقى اني اقول له ابحثني عن بوك مارك بوك مارك الاسم وتثبيت الخطوط انا موجود عنده طب انا هاقول له هاتلي بوك مارك الاني الاسمه مقدمة حول ال prototypes وه Pinterest هتلاقي نقلني طب هاتلي تثبيت الخطوط هتلاقي نقلني اقدر بقى اني اطلع فوق عند تثبيت الخطوط في الفيديو السبعة وشرين واعمل له رابط واقول له ادخلي رابط واخد لي الرابط ده بوك مارك تحب انك توصل لبوك مارك ايه وصلني لي تثبيت الخطوط وهقول له اوكي وهطلع فوق عند رقم واحد وهعمل له برضو هقول له اعمل لي رابط ودخلني عند البوك مارك اللي اسمه مقدمة حول البرنامج واحفظ الملف لو تلاحظ حضرك دلوقتي هتلاقي بان العنوان اللي موجود قدامنا اتحول الى رابط لو انا هضغط على كنترول مع الضغط على الرابط هتلاقيه تحول الى النص اللي احنا عاملين عنده بوك مارك انا دلوقتي عايز اشوف ايه التحكمات بتاعت البوك مارك هضغط على بوك مارك تقدر بانك ترتب البوك مارك على حسب اسمقهم او على حسب اللوكيشن بتاعهم المنطقي بانك ترتبهم على حسب اللوكيشن بتاعهم علشان تفتكر ترتيب الملف دلو انت فاكر ترتيب الملف وموجود في دماغك اسناء الشغل طيب لو انت مش فاكر ترتيب الملف ف idéب انت كده هتدور عليها بالعنوان فهتعمل ترتيب لهم بالعنوان العنوان. تقدر بقى انك تنتقل لأي بوك مارك موجودة من البوك مارك ديت وتقدر بقى انك تيجي على بوك مارك انت مش عايزه بعد كده تقول له دليت وتحزفه بشكل كامل. بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالبوك مارك او العلامات المرجعية. الحاجة دي هتحتاجها جدا في الفيديو الخاص بالمراجع واللي احنا هنعرضه لحضراتكم في وقت لاحق بإذن الله. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميعكم التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة.